الامتحانات لا نحن موافقتنا كانت مشروطة شرطنا عليهم شروط لجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية بحدفينها وبناء على توصياتنا قاموا بترحيل طلبة التعليم الأساسي وشرطنا جميع ورجعنا لهم بضوابط في كتاب رسمي الجميع الإجراءات الاحترازية للامتحانات موافقة مشروطة لو ما عندهم إمكانية يطبقوا الإجراءات لا يدروا الامتحانات وخصوصا الآن قد يكون هناك ربما مراجعة لهذا القرار الصادر من وزارة التعليم برأيك بعد تفاقم الحالة وازدياد وطيرة الإصابات عندهم خيارين إما يوفروا الإجراءات الاحترازية أو يجدوا لكن يبدو أنه لا يوجود لأدنى استعدادات الآن من وزارة التعليم حتى كما مات غير متوفرة التي فرضتها الدول ووزعتها مجانا على الطلبة تبع الجنة vit